موسيقى الرئيس سيسي يواجه بالبدء الفوري في إنشاء مراكز تجميع مشتقات الفلازمة في مصر اقبال متزايد على احسن ضيق الاقتراع في جولة الاعادة للمرحلة الاولى من انتخابات مجلس النور رئيس الوزراء يتابع مشروع تطوير الطريق الدائري ونسب التنفيذ تصل الى 99% ببعض القطعات موسيقى موسيقى أسادسة مساء في القاهرة موعد نشرة اخبارية جديدة تأتيكم من شاشة اني للأخبار أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح سيسي بالبدء الفوري في إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازمة في مصر ووضع آلية فعالة ودقيقة لضمان جدارة الأداء بتعاون مع شركة جريفولز الإسبانية مؤكدا الأولوية المتقدمة التي يمثل هذا المشروع على مستوى الدولة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع ريمون جريفولز وفيكتور جريفولز رئيسي مجلس إدارة شركة جريفولز الإسبانية لتجميع وتصنيع مشتقات البلازمة وقد وجه الرئيس السيسي أيضا بضغط الجدول التنفيذية للمشروع الذي يمثل إضافة ضخمة لسلسلة المشروعات القومية التي تعتني بصحة المواطنين وذلك بتوطين تكنولوجيا تصنيع وتجميع البلازمة في مصر وأن يتم وفق أعلى المواصفات القياسية العالمية شهدت اللجان الانتخابية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 في اليوم الثاني والأخير في بعض محافظات المرحلة الأولى شهدت إقبالا متزيدا من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في مسيرة التنمية واستكمال الحياة النيابية في مصر ومن المقارن أن يختتم التصويت في هذه الجولة التي تجرى في 13 محافظة في تمام التساعة من مساء اليوم يتنافس في هذه الجولة 220 مرشحا على 110 مقاعد وفي تصريحات خاصة لقناة النيل الأخبار أكد محافظ أسيوت عصام سعد انتظام سير العملية الانتخابية بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة في اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب مشيرا إلى عدم تلقي غرفة عمليات المحافظة لأي بلغات أو رصد أي خروقات خلال التصويت الانتخابات بتجرى تحت إشراف قضائي كامل السادة القضاء والسادة أعضاء الهيئات القضائية كلهم موجودين في اللجان الفرعية ويمكن ما احنا تقابلنا مع عدد كبير منهم فيش حد منهم والغرض إيه إن أنا بقابلهم ليه فيه أي مشكلة فيقولك لا والله الأمور كلها زي الفون الحمد لله تعالى ده بيطمنه وفي نفس الوقت برضه أنا باشكره وباشكر الناس اللي موجودين معه الموظفين الإداريين اللي موجودين معه في منما السر العملية الانتخابية الحمد لله مطمئنة السادة الماخبين اللي مفروض ينزلوا يضلب أصواتهم لازم يعني ينزل ويبقى هو في حالة اطمئنان التام إنه هو هيخش يضلب صوته يرجع سالما بإذن الله لأهل وأسرته بكل خير يا رب بمشية الله تعالى برضو الإجراءات الحركة أشارت بها سواء كانت إجراءات خاصة بالوقاية إجراءات وتدبير احترازية سواء إجراءات أمنية والأجهزة الأمنية وأنا أشكر كافة الأجهزة الأمنية عندنا في حظة أصوات حقيقة جزيل الشكر لهم على الانتشار والتواجد المكثف الموجود سواء أمام مقارات الانتخابية سواء موجود في المدين والشارع الرئيسية جزيل الشكر لهم كما أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم أن العملية الانتخابية في المحافظة تسير بشكل منتظم بمختلف اللجان مشيرا إلى أن هناك إقبالا ملحوظا من قبل الناخبين في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب الحمد لله إحنا النهاردة في اليوم الثاني من إعادة انتخابات مجلس النواب نقدر أقول الحمد لله اليوم الأول عدة بشكل محترم ومشرف جدا ونقدر نقول نسب المشاركة قاربة نسب المشاركة اللي كانت موجودة في اليوم الأول في الانتخابات الأولى الحمد لله الإقبال لحد الآن إقبال كويس متوقع يعني كما اعتدنا في الانتخابات الأخيرة أنه بيتزايد فيها الساعات الأخيرة قبل غلق باب الإختراع فإحنا متوقع إن شاء الله خلال الساعات الجاي أن كل المراكز الأعداد فيها حتزيد عن رغم الأعداد النهاردة كانت كويسة جدا لحد الآن أكد المتحدث باسم تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين محمد عبد العزيز انتظام سير العملية الانتخابية دون مخالفات تؤثر على سير الانتخابات في جولة الإعادة للمرحلة الأولى وأشهد عبد العزيز في تصريحات خاصة للأخبار باتباع كافة اللجان الانتخابية الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا يمكن مشاهدتنا كانت طول الوقت بتقول أنه اللجان بتفتح في معادها الطبيعي في الساعة في الساعة صباحاً لم نرصد في اليوم الأول أو الثاني تأخير في فتح اللجان أيضاً بتسير اللجان وفقاً لقرارات الهاء الوطنية للانتخابات وفقاً لتعليمات الهاء الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية أو فيما يتعلق بتطبيق قرارات الهاء الوطنية للانتخابات للحفاظ على سلامة ونزاهة وحياد العملية الانتخابية لم نرصد مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية يمكن رصدنا بعض المقالفات البسيطة المتعلقة بكسر بعض المرشحين للصمت الانتخابي خارج مقار بعض اللجاند أكدت باثة جماعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس نواب 2020 أن خلال متابعتها للمرحلة الأولى من جولة الإعادة ببعض المحافظات رصدت الالتزام الميداني بالضوابط القانونية والضمانات التنظيمية المتعلقة بالأداء الانتخابي بإشراف قضائي كامل وأشهدت البعثة في بيان صحفي صدر عن الجامعة العربية بالوعي الكامل لرؤساء اللجان بإجراءات فتح اللجان والاقتراع والإغراء كما سجلت البعثة أعلى درجات الجاهزية والإسهام الفعال لقوات الأمن لتأمين المقار الانتخابية وذلك بمؤذرة الترتيبات اللوجستية والصحية الوقائية المتبعة لضمان سلامتهم وحمايتهم في ظل تدعيات جائحة كورونا الأمر الذي يساعد على تكريس إجراءات انتخابية سلسة ومنضبطة للمزيد من المتابعة حول جولة الإعادة في انتخابات مجلس أنواب 2020 ينضم إلينا مراسل أنيل منذر أبو دوح من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات منذر كيف تسير الأمور لديك؟ هل لديك معلومات جديدة؟ بالفعل غرفة العمليات داخل الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بمتابعة كاملة للعملية الاقتراع في 13 محافظة وكما أسلفتم الذكر في الأخبار المتعددة بأن الأجهزة التنفيذية تولي اهتماما كبيرا وتشارك مشاركة كبرى من خلال تقديم الدعم الوجيستي لعملية الاقتراع وهذا ما لمسناه من داخل غرفة العمليات الهيئة الوطنية للانتخابات والذي يأتي بعد تنصيق كامل مع وزارة التنمية المحلية بأجهزات التنفيذية ووزارة الصحة ووزارة الداخلية التنصيق الكامل ساعد على ظهور هذه الصورة المتميزة من خلال تأسير وتسهيل المواطنين في وصولهم إلى لجان الاقتراع والتأمين الكامل من قبل وزارة الداخلية ساعد كذلك الأجراءات الاحترازية ساعدت على إقبال المواطنين على لجان الاقتراع والتي أكد مستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة الالتزام بها ومتابعة كاملة من غرفة العمليات والتأكيد على المشرفين من القضاء على أهمية هذه الإقراءات المحافظة على الصحة المواطنين وفقا لتصرحت غرفة العمليات إلينا إلى الآن لم ترد إليهم شكاوة تمس النزاهة وسلامة العمليات الانتخابية لكن الاستمرار إلى حين الإغلاق فيها الساعة التساع من مساء اليوم استمرار تأكيد وتجديد على الإقراءات القانونية والإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وحفاظا على صحة وسلامة ونزاهة العمليات الانتخابية نعم مراسل أنيل منظر أبو دوح من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات شكرا جزيلا لك وينضم إلي مشاهدينا على الهواء مباشرة من محافظة باني سويف مراسل أنيل أحمد سعد الدين أحمد كيف تسير الأمور لديك في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة للمرحلة الأولى في انتخابات مجلس نوابع 2020 تحياتي لك نجلاء وتحياتي لمشاهدين الكرام يعني بدأ العد التنازلي في كافة اللجان المختلفة هنا في محافظة باني سويف بالفعل المشهد متغير في محافظة باني سويف يعني من خلال التواصل مع كافة مصادرنا هنا وفي داخل محافظة باني سويف بالفعل هناك توافد في القرى والمراكز أكثر من البندر داخل محافظة باني سويف يعني هناك مشاركات مختلفة من قبل الفئات العمرية المختلفة رصدنا توافد من قبل الشباب وكبار السن والرجال والمرأة التي أصبحت رقم صحيح وهام في هذه الممارسة الديمقراطية وكافة الفعليات السياسية التي تشارك فيها بالفعل المرأة السوفية هنا وكغيرها في كافة محافظات الجمهورية التي تشارك بصورة كبيرة في كافة الفعليات يعني المشهد هنا يسير بصورة منتظمة من خلال التواصل مع غرفة العامة للعمريات بديوان عام محافظة باني سويف ومنظمات المجتمع المدني الذين يرصدون هذا المشهد الانتخابي في كافة ربوع محافظة باني سويف يعني بالفعل لم يوجد ما يعاكر صف هذا المشهد الانتخابي وجميع مجريات الأمور تتسير على أكمل وجهة كان لنا لقاء أجريناه مع الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة هنا والذي أكد على اتخاذ كل الأجراءات الاحترازية وكافة قواعد التباعد الاجتماعي في اللجانة التي تشهد كثفات تصوطية ويتم تعقيم الناخبين عند دخول إلى اللجانة هناك فرق من قبل الهلال الأحمر التي تتواجد في اللجانة المختلفة لتحقيم الناخبين أثناء الدخول هناك فرق أيضا من مدرية الصحة منديب تابعين لمدرية الصحة يحملون الكواشف الحرارية عند الدخول إلى اللجانة الناخبين يعني بالفعل يتم قياز درجة حرارتهم ثم يتم تحقيمهم ثم من ثم يدلون بأصواتهم في سهولة ويسر توجد العديد من الكراسي المتحركة لتيسير المشهد الانتخابي على كبار السن وذوي الهمم الذين بالفعل يشاركون بصورة كبيرة في هذا المرأس الانتخابي داخل المحافظة بنسويف ويحرصونا دائما على المشاركة تذلل لهم كافة الأمور يتتم مساعدتهم من قبل فرق الهلال الأحمر والفرق التابعين لمدرية الصحة في اللجانة المختلفة كافة الأمور هنا تسير على أكمل وجه وبالفعل هذا المرأس الانتخابي يحرص كافة اللجانة جهات هنا للتكاتف من أجل الخروج بأفضل مشهد هذا المشهد الانتخابي داخل محافظة بنسويف نعم أحمد سعد الدين مراسل أنيل من محافظة بنسويف شكرا جزيلا لك ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مؤكدا أن الاجتماع هدفه تيسير بعض الإجراءات الخاصة بنقل المرافق في الطريق الدائري الذي تتولى تطويره وتوسعته حاليا وزارة النقل وشدد على أن هذا الطريق له أهمية كبيرة وطريق حيوي وخلال الاجتماع أوضح وزير النقل المهندس كامل وزير أن أعمال تطوير الطريق الدائري في قطعات التطوير المختلفة تشمل رفع كفاءة الطرق وتوسعة الطرق القائمة لاستيعاب الضغط المروري فضلا عن إنشاء طرق داعمة واستكمال أعمال الإنارة بمنتصف الطريق الدائري وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار وأكد الوزير على سير العمل في القطعات المختلفة على قدم وصاق لافتا إلى أن هناك قطاعات قاربت على الانتهاء بنسب تنفيذ تصل إلى 99% مثل قطاع الأوتوستراد محور سعد الشزلي قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على زيادة فصول الحضانات لتوفير هذه الخدمة للأسر التي تحتاجها مع إمكانية استغلال بعض أصول الدولة لتوفير هذه الخدمة جاء ذلك خلال ترق أسمة بولي اليوم اجتماعا مع وزير التربية والتعليم وتعليم الفني ووزيرة التضامن الاجتماعي لبحث عدد من المقترحات لسد الفجوة في فصول الحضانات وصراح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن هناك اتجاها لاستغلال ساحة مراكز الشباب ووضع فصول ذكية متنقلة بها بخدماتها لتوفير الخدمة التعليمية للأطفال حتى سن أربع سنوات نفى مجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن تعليق الدراسة بالمدارس والجماعات أو تعليق المؤتمرات والفعاليات بداية من 28 نوفمبر الجاري ومنح إجازات للموظفين وذلك في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا وأكد مجلس الوزراء أن المنشور المتداول مزيف وغير تابع نهائيا للمجلس وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن وشدد مجلس الوزراء على أن كافة الفعاليات لا تزال قائمة كما هي بشكل طبيعي مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وأن الدراسة مستمرة بالمدارس والجماعات وفق القواعد الحالية دون تغيير أفادت مصادر دوبلوماسية أنه تم إلغاء أول اجتماع لمجلس الأمن كان مقررا اليوم لمناقشة النزاع في إقليم تيجرايل إثيوبي بناء على طلب الدول الإفريقية التي تريد منح وساطة إفريقية مزيدا من الوقت إلى ذلك قالت حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد اليوم أن الكثير من أفراد قوات تيجرايل متمردة والقوات الخاصة بالإقليم بدأوا في الاستسلام قبل انقضاء مهلة ذكرت الحكومة أنها ستشن بعدها وجوما على مكي لعاصمة الإقليم يكشف اليوم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رسميا أسماء أعضاء إداراته ويأتي هذا غدا تأعطاء الرئيس المنتهي ولايته الضوء الأخضر للمضي قدما في تسليم السلطة لبايدن رغم تعهدي بمواصلة الجهود لطعن على نتائج الانتخابات عودة مشاهدين مرة أخرى لمتابعة جولة الإعادة للمرحلة الأولى في انتخابات مجلس نواب 2020 وانضم إلينا على الهواء مباشرة عبد الحميد سقر من محافظة أسيوت عبد الحميد كيف تسير الأمور لديك ولم يتبقى على غلق أبواب الاقتراع سوى ساعات أحييك وأحيي مشاهدك قناة النيل الأخبار أقل من ثلاث ساعات تفصيلنا عن انتهاء مرة الانتخابات جولة الإعادة المرحلة الأولى والتي تجرى في ثلاث عشرات محافظة ونحن الآن من داخل مدرسة الفاروق التجربية الرسمية للغات بمحافظة أسيوت حيث توجد ثلاث لجان 187-188-189 وتجري العمل بها منذ الساعة الرابعة في الفترة السنة من بعد الاستراحة وحتى الآن وتشهد إقبالا متزيدا خاصة من كبار السن وأيضا من السيدات عائلات تقدم إلينا من ما بين الحين والآخر عداد تتوافد ومرة فترة وحيدة نجد لا يوجد أحد مرة ثانية تعود هذه الوثيرة مرة ثانية عداد كبيرة تتوافد علينا كأسر وتأتي لنصرة أحد المرشحين دون آخر وسط إجراءات احترازية ووقائية عالية استعمال الكمامات الكشف الحراري بوابات إلكترونية من جهات الأمن الكشف عن المعادن والأسلحة وأيضا بوابة للتعقيم داخل تلك اللجان والتي نأخذ فيها الآن هذا ما أتحدث عنه وأكد لك أن حتى الآن الحمد لله لم تحدث أي خروقات أو ما يعاكر صف العملاء الانتخابية كنت منذ قليل باتصال مع غرفة العمليات المركزية الموجودة داخل المحافظة حيث هناك من يردد بعض الإشاعات حول بعض النواب ولكن أكد لي أنه كل ذلك براء ولا يوجد أي شيء من تلك الشعارات تحاول أن تعاكر صف العملاء الانتخابية الأمور حتى هذه اللحظة أمس واليوم تسير على ما يرام داخل محافظة أسيوت نعم عبد الحميد سقر من محافظة أسيوت شكرا جزيلا لك وينضم إلي مشاهدين من البحيرة مراسل أنيل أحمد بكير أحمد كيف تسير الأمور لديك قبل ثلاث ساعات من إغلاق أبواب الاقتراء تحية طيبة إليك زميلتي العزيزة والمشاهدي قناة أنيل الكرام نستطيع أن نطلق أن ساعات الحسم قد بدأت هنا في محافظة البحيرة لقد تغير المشهد كليا وجزئيا هنا في مركز ومدينة ضمنهور ونخصها بالذكر على هذا الذكر لأن مدينة ضمنهور كان الوضع هادئا بها بعض الشيء على قدر فضلات النهار لكن المشهد تخير كليا وجزئيا هنا في مركز ومدينة ضمنهور منذ الساعة الرابعة وحتى هذه اللحظات ربما كان المشهد السائد هنا في هذه الدائرة وفي هذه المحافظة هو التنوع الكبير ما بين الشرائح العمرية المختلفة في هذه الدائرة إلا أن منذ الساعة الرابعة وحتى هذه اللحظات بدأت مشاركة السيدات في الكثافة وأيضا كبار السن بدأت تحدد بعض الملامح هنا في هذه الدائرة حتى نكون أكثر إنصافا فالوضع هنا يختلف كليا وجزئيا عن باقي المراكز والقرى نتحدث عن 16 مركز ومدينة هنا بمحافظة البحيرة وأكثر من 490 قرية وأكثر من 1200 تابع وعزبة لذلك المشهد بهم لم يتغير منذ أمس منذ الساعة التاسعة وحتى هذه اللحظات ولكن بالتواصل مع بعض المراكز مثل مركز حوش عيسى والدلينجات بدأ المشهد فيهم يزداد كثافة هناك وصف للطوابير هناك على المقرات الانتخابية هناك تزاحم كبير ما بين المواطنين للحاق بالوقت الأخير هذا يتم بطبيعة الحال وسط إجراءات احترازية وتأمينية كبرى حتى نكون أكثر إنصافاً الحماسة بدأت هنا في الشوارع الجانبية والفرعية في شوارع ومدن ضمنهور من قبل المرشحين للدفع بما يعلمونه من أصدقاء ومعارف للمشاركة في هذه الانتخابات بدأت بعض مقبرات الصوت تجوب بعض الشوارع الفرعية لمنشدة المواطنين على الإقبال ومن سمى السح الحسم لهذه الانتخابات التي لا إعادة لها ربما كانت السمى البارزة في محافظة البحيرة في الجولة الأولى في التسع دوائر الانتخابية على ثمانية عشر مقعد انتخابي هو لم ينجح أحد ولكن في هذه اللحظات ربما يكون الحسم من قبل المواطنين هو السمى المميزة لاختياراتهم إليك زميلة نعم أحمد بكير من محافظة البحيرة شكراً جزيلاً لك مشاهدين الكرام لم يتبقى لنا في هذه النشرة سوى تفكير بأهم ما جاء بها من أخبار الرئيس سيسي يوجه بالبدل الفوري في إنشاء مراكز تجمية مشتقة البلازما في مصر إقبال متزايد على صندوق الاقتراع في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب رئيس الوزراء يتابع مشروع تطوير الطريق الدائري ونسب التنفيذ تصل إلى تسعة وتسعين بالمئة ببعض القطاعات للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت نايل دوت إي جي نشرة رياضية مفصلة تأتيكم بعد لحظات مع زميلة ألاء حامد انتظروه إلى اللقاء